السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي الكرام بهذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج برنامج مساكن مستغرة اعتدنا معاكم مشاهدي الكرام أن يكون لدينا حلقة متخصصة بالرد على جميع أسئلة أخواننا وخواتنا المتزوجين والتي نطرحها دائماً على ضيفنا الدائم الدكتور راشد عليمي كونوا معنا والرد على هذه الأسئلة بإذن الله بعد هذا الفاصل عدنا لكم مشاهدي الكرام وحياكم الله من بعد هذا الفاصل وهذه الحلقة الجديدة مع دكتور راشد العليمي والرد على جميع أسئلة أخواننا وخواتنا المتزوجين ونسأل الله عز وجلنا تكون هذه الإجابات من دكتورنا هي الوافية والكافية والشافية لكل أسئلتكم بذن الله حياك الله دكتور راشد بارك الله فيك الله يجزيك خير وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير وأيضاً يجعل جميع البيوت بإذن الله عامرة بالمودة والرحمة بعونه وتوفيقه عز وجل اللهم آمين دكتور نبتدي معاك بداية هذه الحلقة وسؤال أخونا الأخ عبد العزيز يقول أنا عصبي جداً وزوجتي أيضاً عصبية الوضع بيننا أصبح صعب جداً أفكر بالانفصال فما رأيكم بداية بسم الله والحمد لله وصلي وسلم عن نبي الله وعلى آله وصحبه أما بعد طبعاً هنا في عتب نوعاً ما يعني انقدمة للطرفين ما أظن اكتشاف العصبية والحدة وأيضاً العناد بينهما جاء يعني متأخراً إنما كان من البدايات لم يتعرفوا من البدايات على أن هذا الطرف فيه هذا الخصلة وهو فيه هذه الخصلة في هذه الصفة وهي في هذه الصفة وعرفوا بعد ذلك كيف يعالجان أنفسهما من هذا الأمر السيء لأن ما وجد طرفان متضادان في هذا الأمر عناد وعناد إلا وجدنا بينهم التنافر بعد ذلك والابتعاد بسبب ماذا؟ وجود كثرة صدامات من البداية كنا نقدر نعلمهم مهارات إن هذا رفع صوته هذا يسكت هذا كان جالس هذا يقوم هذا كان قاعد نقول حقي ثاني أطلع من البيت غادر ربما خاصة الرجل أيضاً نبنعرف شنو سبب الداعي لقضية العناد والعصبية والغضب اللي عندهم ما الأمر المثير لأنه ما في إنسان إلا في طبيعته ماذا؟ الهدوء إلا في طبيعته ماذا؟ يستمع إلا في طبيعته أنه يكون مسالم هذه الطبيعة اللي خلقنا الله عليها ما الأمر الذي يثير الزوج و يثير الزوجة؟ لابد أن نعرف هذا الأمر أنا ما تكلم عنه إحنا هو لما يعرف أنه زوجته اللي يثيرها ماذا؟ عناد الزوجة إذا عرفت من الزوج إذا الحنة و المرادة دليه عليه نقول شنو؟ فوتي ماشي قال الزوج لربما أنه بوديكم المطعم الصيني الزوجة تقول لها لا أنا المطعم اللبناني شنو هنا يضع بيثهم؟ يختلف العناد و الصدام قيل لما تقول لها الروح قلنا نروح مشيها لك وتقول لها اليوم حقك على شانك وتحط لها رزنامة وتكتب يوم و الثلاثة رحنا المطعم على سبيثال الصيني مشيها الأسبوع الثاني لما يروحون تقول لها يا فلان شوف شوف ترى بسجينة الزوجة طبعا نوعا ما ما رح نجد عنده العناد لأنني قاعد أتكلم من بدايات الحياة الزوجية بدايات الحياة الزوجية نوعا ما فيها شنو الإنسان يهذب نفسه و فيه الهدوء و نوعا ما مسالم يمشي الحياة هذا لما تسلل عشر سنوات و نقول عناد و رأسه يابس هنا لما يعرفون أن المرة لك و مرة لي أنت تنازل أنا بعدين أتنازل أنت نقدم رأيك بعدين أنا نقدم رأيك تمشي الحياة إذا وصلوا إلى مرحلة متقدمة من قضية وجود هذا الخلل لا بد أن يذهبان إلى ماذا إلى مستشار أسري بمعنى مستشار أسري يعرف ما السبب الداعي لغضبهم و أنا أتكلم عن مستشار أسري خاصة لما يكون متعلم على أو فيه على فقه في القضايا قضايا النفسية و الاجتماعية يعرف سلوكياتهم فهنا يبين مكمن الخطأ فيكم أن كل إنسان ينظر إلى نفسه و خاصة إذا دخلوا في مرحلة نرجسية و ما يعلمون عليه سمونا نرجسية خفية كل إنسان يحب ذاته و يظهر الطرف الآخر بأنه ماذا لا يريد أن ينقاد له فيريد ماذا أن يعاند و يصادمه المسألة تحتاج إلى معالجة بماذا بالحياة و ليست في قضية ماذا أنفصل منها لأن ليست طلق دائما حل المشاكل بارك الله فيك السائل الثانيان يسأل زوجتي فيها عيوب كثيرة بتصرفاتها و أطباعها تعبت أعلمها و ماكو فايدة فكرت أطلقها و بنفس الوقت أحبها فشنو الحل ممتاز أنت الآن بذلت الوسع اللي عليك وفق خبرتك وفق طاقتك وفق علمك في قضية مهمة جدا أنك تلتفت إليها وهي قضية ما خاب من استشار هذا جهدك هذه قدرتك هذا الأمر اللي أنت تقدر عليه لماذا لا تذهب إلى إنسان متخصص أسري و بس يقعد معاك حتى يقعد معاها و بعدين يجمعكم مع بعض بشنو أنت تبذل لربما لربما مثل أنا و إياك سيد جابر أنا أقول لك ترى الطريج من هنا الطريج من هنا و بالحق الناس شوفوا و الله ما يسمع الكلام أنت تي تقولهم لا يوجد طريج لا يوجد طريج أصلا هو مفتكر أنه هناك طريج و يحسبني أنا عنده شنو يقول هنا يا سبحان الله مثل يقولونه لما قال واحد عنزة ولو طارت كانوا اثنينة بالبر اثنينة بالبر اسمح لي أن أتخل في القصة اثنينة بالبر فشنو يقول له يقول له هذه عنزة يقول له هذا طير لا عنزة طير طار قال لا عنزة ولو طارت يعني يصمم على الرأي فهذه القضية أحيانا احنا ننظر إلى زوج يقول له أنت شنو خبرتك أنت شنو الفهم اللي عندك أنت ما مقدار النضج اللي عندك لمعالجة أطراف أخرى حتى يقول ما يقول شي اسمح لي ما يقول شي وبعضهم يكابر و يعاند لا استشار أحد من أهلا ولا إنسان متخصص ولا من أصدقائه نقول قبل لا تقول أبحث عن الطلاق شوف أهل الخبرة والله ينظروا لك من جوانب أنت ما تقدر تشوفها أو ما عرفت أنك تشوفها الله يسلمك طيب دكتور في سؤالين قريبين من بعض تسأل هدى ما هي حدود طاعة الزوج و حدود طاعة الزوجة جميل جدا هذا الأمر المبارك أول شي لازم نعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس بقوله لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذن طاعة الزوج شنو عظيمة جدا أيضا بيّن الزوج انظري إليه أين أنت منه من طاعة الزوج إنما هو جنتك و نارك هذه الأمور جميلة لكن مع هذا الأمر لابد أن نؤسس قضية أيضا مهمة جدا وهي أنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخارق إذا عرفنا هذه الأدلة بعد ذلك نقول أن من حق الزوج على الزوجة أن الزوجة تطيعه بالمعروف ما تعصيه خاصة أن تقولي الطيع بكل شيء أقول لك لا بما لا يكون في معصية الله و بما لا يكون في مشقة عليها هذه الطاعة بالمعروف فهنا الزوجة إذا فهمت من البداية الآن أنت بتتزوج تقدم لها الشاب خطبها و وافقوا عليه إلى الآن قبل العقد الوالد يقعد معها يقول لها الوالد أنا ولي أمرك لكن بعد الزوج من ولي الأمر الآن رح يصير بعد الزوج شنو معنى وليه الأمر أي أن أنت تطيعين في كل صغيرة و كبيرة بما يرضي الله ثم بما لا يسبب لك مشقة ولا عنة ولا حرج أطيع بكل شيء نعم تخرجي بالبيت لازم بإذنة بإذنة هذا كل شيء بإذنة إذن هذا الأمر يعلمها ماذا من البدايات على أنها قضية شنو أن الطاعة موجودة يلي الشقة الثانية من سؤالك الكريم هل الزوج يطيع زوجته أم لا يطيحه أنا أقولك أيضا يطيحه لكن هذا الأمر شنو يولد إلى ماذا إلى دلالة على حسن التفاهم إلى الاحترام زوجة عاقل فاضل نصحت الزوج بدل ما نروحه هنا نروح هنا لو نظرنا وله كلام الزوجة حق هل أنها تقول أنا الذكر أنا الرجل أنا سي السيد أنا الآمر والناهي لازم ما أسمع كلامه أقولك لا هذه من عادات جاهلية يرسخونها بعض الشباب في رؤوس بعض الأزواج أم النبي صلى الله عليه وسلم استمع وطلبات منه خديجة قالت لنذهب إلى ابن عمي ورقة النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى رصيحة منه أم مسلمة في صلح الحديبية ما في حرج الزوج يسمع كلام زوجته نعم توجه الزوجة نعم لكن هي تكون ببالها الأساس بأساس ببالها أن الطاعة الأساسية لمن تكون للزوج لكن لو أحتاج الموقف أن تبدي راي ورايها هو الصح توجه توجه ما في عيب وهذا دلالة على تفاهم دلالة على نقاش جميل جدا دلالة على أن الزوج يقول لها ولينا نحن نسافر الزوج لربما أفهم من الزوج في التكنولوجيا بحثت 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 طلعت له يقول لها أنت شي فاهمة إيه فاهمة شون ما في عيب ترى ما في نقص من يدري عنكم أنت وياها جالسين بالخرفة من يدري عنكم أخذ كلامها وانت ربحها يعني التبضع وكذلك العلاجات ما شاء الله ما حد يدول فيها إلا الزوجات الآن وأحيانا إيه تقول لها تبشتري شيء تقول لها مشان نودك مجمع أي مجمع والله في مجمعات في كوتا عمان عرفها سعرها مناسب جودة بالأسعار لا نطلع نفسنا نعرف كل شيء لا نطلع نفسنا نحن نعرف كل شيء وأقول لك هجد طرحنا فينا جهل كثير جدا في أمور الحياة سنطلع فاصل دكتور ومن ثم نعود بإذن الله مشاهدي الكرام فاصل والعودة من جديد بإذن الله عدنا لكم مشاهدي الكرام وحياكم الله وتكملت هذه الحلقة في أسئلة الجمهور وضيفي الدكتور راشد الليمي حياك الله دكتور الله يسعدك بارك الله فيك السائل عبد الرحمن يسأل يقول متى يكون قرار الانفصال صحيح برأيكم أولا لا بد أن يكون عندنا تأسيس مهم جدا يعني على قضية أن الطلاق هو آخر الدواء يعني يعني قضية أن تخافونا نشوزهن فعيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن زين القضية أن الطلاق يكون آخر شيء على هذا الأمر نحن نسأل هذا الإنسان أولا ما سبب المشكلة لا بد أن نعرف سبب المشكلة ممن وقعت منه المشكلة متى وقعت المشكلة الاحتمال شنو ترى أمس صارت أطلب الطلاق لا نقول هصبر صبر لحظة تريث تمهل تأنى في هذا الأمر أيضا ما الحلول ما المعالجات الممكن تقديمها للمعالجة أيضا من استشرت لمعالجة هذه المشكلة نفسك بس أمك أمها أبوك أبوها أحيانا حتى الآباء لربما يكون ما عندهم ذاك النصج الواضع في هذه المشكلة أيضا ما خاب من استشار هل توجهت إلى متخصص أسري وزارة العدل موجود عندها وزارة الوقاف موجود عندها المكاتب المستشارية من جمعيات النفع عام موجود عندها المستشارين هل توجهت لهم لأن أحيانا شنو بعض الناس يقول أخاف من الفضيحة ما في فضيحة الآن ما في فضيحة والحياة مثل ما نقعد بالدوانية نتكلم بعض أيضا أنا أخاف أن استشار بعض الناس عوير وزوير و أحد ثالث ما في خير شنو هني قالوا تولي خلها هدها لا 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 أصبر هذا الأمر أيضا يحتاج إلى وقت أحيانا الزمن الزمن ماذا يداوي يعالج ترى هذا الأمر أيضا أنظر إلى أن أنت نفسك أنت ماذا قدمت و هي أيضا ماذا قدمت لماذا لأن الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما من بعد هذه الخطوات كلها و ما رأينا إلا أن هدوء العاصفة يكون بالافتراق نقول له ربما لو تروح بيت أهلها و تروح أنت بيت أهلك على سبيل المثال هدوء بلا إهانة ولا سباب ولا لعن ولا شتم و أيضا ما يقصر عنها بالنفقة و أيضا بالعيال و لا بأمور من الحياة لعل ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره إذا الأمر وصل إلى آخر شيء نقول شنو بعد ذلك الطلاق نسى الله العافية دكتور العلاج الرباني العيضة و كذلك الهجر و كذلك أيضا الضرب حدود الضرب دكتور ممكن البعض يفهمها خطأ يقول الله عز وجل أمرني بالضرب و لكن الضرب ما هو الضرب يعني طبعا طبعا إحنا لننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مشروع هذا الأمر مشروع لكن لننظر إلى دائما إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم و إلى ما كان عليه سلفنا الصالح لهم الصحابة سلفنا الصالح كانوا يبيلون أن حتى مثل ابن عباس الضرب ماذا أشبه لك مثل مثل هذا السواك يقول شنو كان الضرب بماذا بهذا السواك شذي يعني الضرب في السواك كان السواك هي قضية ماذا جرح للمشاعر و ليس جرح للجسد يعني هذه قضية مهمة جدا لابد أن ننتبه و متى يصل الإنسان إلى الضرب دعنا نكون واقعيين تخيل جسد كريم امرأة صاحبة خلق و دين اختلفنا مع بعض بعض ناس ينتقل من قضية الموعظة و الهجر إلى قضية شنو على طول الضرب يفرض شنو على بنقوته ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فينتقل إلى الضرب احنا ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة قط أبدا صلوات ربي وسلامه عليه فقضية الضرب نقول شنو قضية ضرب غير مبرح بمعنى أن إنسان يمسكها أن إنسان يتفح دفع أن إنسان لربما إذا 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 وصل إلى هذا الأمر شنو هنا ضرب على اليد اتقي الوجه أبدا لا تقبح ولا تقول الكلام سيئ يعني هذا الأمر لكن من يملك نفسه عند هذا الأمر خاصة إلا العقلاء الذي يعلم أن زوجته تنفح النصيحة النظرة الكلمة الطيبة أحيانا يصد عنها فالمرأة الفاضلة اللي تحب زوجها شنو؟ تؤثر عليه هذه الأمور أكثر من ماذا؟ من ضرب الأجساد الله يبارك فيك السائل أمتهاني تسأل تقول زوجي يراقبني في الدوام ويجي لنا فجأة ويسأل أسئلة ما لها معنى؟ أحرجني جدا أمام صديقاتي هذا الإنسان لا يقول أنه يغار هذا الإنسان شكاك هذا الإنسان مريض هذا الإنسان يحتاج إلى معالجة هذا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ أن يتم مخاطبة ماذا؟ حتى له المسؤول بالعمل أنه لا يدخل أو مخاطبة الأهل أنه ماذا؟ نبهوه علموه حتى لا نتخذ فيه إجر آخر لأنه ماذا الآن؟ فضح الأسرة شهر فيها بيّن أمور ما ينبقي أن يضع فرق إن إنسان يحضر إلى العمل يبي يأخذ شيء من زوجته ناسيب السيارة أو عندنا عندها أو لربما يبي يزورها لأنه شنو؟ قالوا لا يترف لنا مريضة فحضر إلى العمل ليأخذها أما إنسان في كل شهر شهرين يروح ويخفز عليها بالعمل وينطع عليها هذا معنى أن إنسان مريض شكات يحتاج إلى معالجة السائلة أسرى تسأل تقول تطلقت من زوجي قبل سنة وإلى الآن أعاني من الإحباط والاكتئاب وعدم قدرتي على تخطي هذا الشيء كيف أستطيع التجاوز؟ طبعا هناك دورات كثيرة جدا يعملونها ما بعد الطلاق كثير من المكاتب الرائعة الراقية ما بعد هذه الحالة من الانكسار انكسار ألم تدخل المرأة لربما في دائرة كآبة قلق جلد الذات لربما أنها ما تأكل لربما أنها ما تذهب إلى العمل لربما تلازم البكاء تلازم ماذا الانقطاع حتى عن معاشرة الناس والعلاقات الاجتماعية فهذه الأنثى تحتاج إلى ماذا؟ إلى جلسات إلى معالجات نفسية حتى إلى نصائح شرعية حتى تخرج من هذه الدائرة المؤلمة المزعجة لأنها لربما بعض البنات عاشت سنوات وكانت راسمة على أمور ولا زالت تتذكر اللحظات الجميلة الكريمة التي عاشها وفجأة زمن متسارع طلقت وأصبحت كأنها وصمة عارض شوف أنها وصمة عارض بالمجتمع وبعض الناس حتى أهلها أو لربما صديقاتها يعايرونها أنها مطلقة صعب جدا هذا الأمر عليه فتحتاج إلى اللي ذكرته من المعالجات النفسية ومعالجات شرعية والله سبحانه الموفق إلى الخير السائلة عبير تسأل لا أشعر بالأمام مع زوجي وانتظر اللحظة التي أخسره فيها لا حول الله لا حوله ولا قوة إلا بالله هذا الأمر هذا الأمر شوف كلمات لربما هي قاعدة تعطينا النهاية هي قاعدة تعطينا الختام دائما في المعالجات ننظر إلى المقدمات تنازع أقول هذه الآن وصلت النزاء النزع الأخير الآن احنا خلنا ننظر إلى البدايات لماذا لا تشعر بالأمان والأطمئنان حتى ماذا نحن موضة ضدها حتى ماذا إما نؤيدها أو نعطيها ماذا معالجات جميلة ولربما هو السبب في هذا الأمر أو لربما هي متواهمة شوف غالب أستاذ جابر لطرح المشاكل مثل هذه الطريقة يعني أنثى تأتي وتقول لك هذه المشكلة هذا عنوار رئيسي التفاصيل تحتاج إلى جلسة إلى حوار وحيانا تحتاج إلى نظرة واعية بماذا أن الإنسان يجلس مع الطرف الآخر وحيانا بعد ذلك ماذا يجلس الطرف مع الطرف في جلسة واحدة حتى ماذا ما الأمان الذي افتقدته الزوجة منه لربما يضرب لربما يتعاطى لربما شكاك لربما بديء لربما يهجر لربما يسافر ويتركها لوحده أو لربما هي فيها خلل أو فيها حالة تحتاج إلى المعالجة مثل شنون الخوف من الوحدة فلابد أن ننظر لها بنظرة واعية الله يسلمك السائلة ندى تسأل تقول زوجي كذاب جدا ودائما أكتشف كذبة صرت أنفر منه وما أتقبله وأبي أتطلق منه تشوفون تشوفون هذه الصفة محتملة بالزوج أم لا من أقبح الصفات أن يكون في الإنسان ذكر أنثة بخيل وكذاب طبعا إذا اجتمعوا بالرجل بخيل وكذاب اسمح لي لا يطاق وإذا الأنثة اجتمع فيها يعني كانت فيها صفة مركزة الكذب لن يتحملها الزوج الآن الأخت السائلة نسألها متى عرفتي أن الزوج كذب و لا و كذب شنو بعد كذب مبتدر لو الكذب المحترف اللي ما يطيح ما حيكتشفه لكن شنو مشكلتها يكذب و مفضوح يكذب و مفضوح هذا السؤال هل كذبه يضر الأسرة و إلا كذبة من كثرة ماذا تدقيق الزوجة عليه بقضية ماذا أنت وين رايح أنت وين ياي دعنا نفتش ساد جابر أن بعض الزوجات تريد الزوج دائما يخبرها بكل صغيرة و كبيرة لكن لو أخبرها بالصدق لربما ما ترضى شوف لماذا المرأة تجعل الرجل يكذب شوف الرجل لماذا تجعله الزوجة يكذب لأنه لو أخبرها بالحقيقة لما قبيلتها منه شوف هذا أمر ترى لذلك الزوج ماذا يكذب و أسأل أي أنثى تحبين أن زوجي قوله الشي الحقيقة أو الكذب أحيانا يقول الله لما يكذب ما نقبل الحقيقة ماذا لن تقبلها لأنها صادمة لها فهو يكذب و شنو بعدين تكتشف أحيانا أعطيك مثل تقول له ماتا بيروح شنو بيت اخته هي على علاقة سيئة مع اخته و بعد ذلك شنو تكتشف أن رايح اخته لو قال لها أنا بروح من البداية عند اختي توافق لا لن توافق لكن لما راح وتعشى و قعد قل بعدين و هو راجع شنو بعدين كانت بقعدة ولا منه اخته الثاني تقول والله أمس فلان لما ياننا خوش قعدة شفت الأمر تفاجأها أيه أحسن يكذب لمصلحة الأسرة ولا يصدق و يصدمك و أنت يتعرضين هذا أمر لا بدنا نتعرفه للزوجات راح نطلع فاصل نرجع دكتور بارك الله فيك مشاهدي الكرام فاصل و من ثم نعود عدنا لكم مشاهدي الكرام و حياكم الله من بعد هذا الفاصل و أسئلة الجمهور و وظيفي الدكتور راشد العليمي حياك الله دكتور بارك الله فيك سيد جابر الله يسلمك نكمل معاك دكتور في أسئلتنا و أسئلة أخواننا و أخواتنا الجمهور اللي واردة لنا عبر حسابنا في الإنستغرام و متعنا الله أزوجل بعلمك و ردك و شافي و و وافي على أسئلة أخوانك و خواتنا الله عيننا خير الأخ السائل بشار يقول شلون أحل الخلافات بيني و بين زوجتي بطريقة ذكية جميل جدا هذه والله نسميها يعني هذه تحتاج لها نجعلها حلقة مفردة لكن نعطي الآن شيء جميل و مختصر فيها نحن نقول شون تعالج المشكلات أول شيء من البدايات خل بينك و بين الزوجة و هي تخلي دائما الإنسان إذا طريقة ممهد إلى الطرف الآخر الطرف الآخر سوف يتقبل و سوف ينظل بنظرة كريمة ما مقدار الثقة بينك و بين الزوجة و الزوجة مع زوجة ما مقدار التفاهم و التقبل مع الطرف الآخر ما مقدار الصحبة أنا ما تكلم عن الزوجية الصحبة بينك و بينهم بمعنى هي زوجتك نعم و أنت زوجتك نعم أنت صاحبتها و هو صاحبت بمعنى الصداقة والصحبة والكلام والفضفضة وهذا ما مقدار الوضوح بينكم وقلة الخصوصيات إذا عرفت وهذه الأمور المهد لها بعد ذلك تصير مشكلة نعم المشكلة راح تصير شنو مشكلة مشكلة أنا سمي شنو مجرد آراء مثل أنت سجابر تقول لي والله نروح من هذا الطريج ولا من هذا الطريج إحنا متفاهمين فشنو أنا أقول لك أقول لك ترى على راحتك على راحتك ترى أصبر أري خلنا نفتح القوغل ماب والخريطة ترى هني أبين عليه أحمر إني أخضر ها والله كلامك صح نمشي احنا اختلفنا صح ولا لا لكن شون حليناها سهالة سهالة وبذكاء فالزوج مع زوجته وين الروح المباركية لا 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 ترى ما نصحك في أي يوم وطنية وزحمة وعالم شون من قالت كاي وانا اقرأ اقرأ الخبر فشنو بينهم والله كلامك عدل وين الروح أي مجمع الروح مجمع كذا على سبيل المثال هذا الأمر احنا نسميه إذا صارت المقدمات اللي قلتها كلها موجودة راح تصير شنو بعد ذلك مهارات حل أي مشكلة ترى سهل بإذن الله عز وجل السائل رانا تسأل تقول زوجي يهجرني بدون خلاف وبدون زعل طبعا مثل هذا الأمر احنا نقول ما في زعل ما في أي مقدمات ما في أي أسباب وفجأة هجر إذن في شي خلاه يغير المود والمزاج عنده إذن هذا متقلب هذا الإنسان معارف شون يطلب هذا الإنسان معارف شلون شنو يعني يحرص على الزوجة أو يكون حازم أحيانا أحيانا ما شفت استاذ جابر الطفل الصغير شلون يخلي والديه يحققوا له طلبة بأي طريقة تزعل مثل ما يقولك شنو معصب عليهم يأخذ له زاوية ترى بعض الرجال فيهم هذا الأمر لا أظن أنه في آقل وفاهم أنه معارف شون يرغم زوجته على تحقق طلبة إلا بشل قضية يحجرها ما يكلمها متنح شفيك عاقد النونة علينا شفيك زعلان علينا تكلم هنا دلالة على فقد الحوار بينهم وبين بعض وقل لك شنو زعلان منها لبسها كلامها طبخها طلعتها تأخيرها بيتها نظافها قول لها بكل وضوح بكل أدب أما أنت زعلان زين زعلت يوم اليوم الثاني تكلم ما يتكلم اليوم الثالث شنو سوي لك شنو سيستر بالزوج يموت الإحساس والرغبة في قضية شنو المعالجة خلوا يولي ما ردي بيه لنا هل هذه الحياة السرية أبدا الله يبارك فيك السائلة هنت تسأل تقول زوجي ياخي سيارتي دائما بدون استئذان وكل ما كلمت يقول عادي طبعا هذه القضية نحن من البداية أعتقد أنها من زعجة من هذا الأمر طبيعي هذا الأمر شوف أكو أشياء يتكلمون عليها صار لها مدة نحن خلنا نشوفها من البدايات لما تزوجوا عند سيارة أو لما عندها سيارة أو لربما سيارتها أحسن من سيارتها عا تتحمل هذه القضية لما يأخذ الزوج برغبة الزوجة وأيضا باستئذان وأيضا لا يحل يعني ما لمرأة مسلم إلا بيطيب نفس منه يعني هذا أمر مهم جدا أن أنا ما أمديدي أخذ قلمك إلا شنو بيريضاك بيموافق منك فهذا الإنسان لا يظن أنه الآن شنو يرغم زوجته يمسكها من الإيد اللي يتعورها أنه دائما يطلب لا ترى الزوجة أيضا لازم تكون شنو حازمة عليه من البداية سيارتك ما فيها الشي لا أنا بيسأل لا 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 واسمح لي أقولها الكلمة سيارتك ولا سيارتي سيد جابر لما توصلنا الدوانية أهل الدوانية يدرون أنت بشنو ما يدرون إلا هو عنده هوس أنه يبي يكشخ يبي تزين بماذا بحلال غيره إذن هذا الإنسان السائلة بدورت تسأل تقول طقني زوجي وسبب لي ثقب في إذني وأنا الآن زعلان في بيت أهلي ثلاثة شهور فما الحل الحل الآن أنه وصلته مرحلة نوعا ما ما تليق بين الأزواج خاصة كانت سببت في عاهة ضرب شديد يعني هذا الأمر الذي وصلوا له أنه أمر مزعج أمر يضايق النفس يكدر كيف وصلوا إلى هذا الأمر وأيضا قضية أنه تقول لي ثلاثة أشهر بيتها هلها المرأة أساسا لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج إلا إذا هناك أمر عظيم وشديد جدا لا نستطيع أنه عالجه قلال فترة ثلاثة أشهر من كلم الزوج هل الوالد الوالدة الإخوان كلموا الزوج هل أبوه أو هو حضر إليكم إذن قضية فيها نوع ماذا من الجفاء نوع من ماذا من قسوة القلب نوع من الآن متكدرة المعالجة لربما في هذه الحالات نوعا ما تكون شئون نوعا ما ثقيلة تتأخر سيد جابر لأنه ماذا ابتعد وابتعاد كبير جدا ثلاثة أشهر ليس شيء سهل ترى يعني ليس شيء سهل هذا الأمر وأيضا الآباء هنا ماذا فعلوا في هذا الجانب بعض الحال ما يسكتون يقولون والله الزمن يعالج الزمن يعالج أن نكون مع بعض وليس بعيدين عن بعض يحتاجون إلى ماذا إلى أنهم الآن يتخذون قرار واضح إما بالعودة بشروط أو لربما بالافتراق بكل هدوء السائلة تسأل بدور تسأل تقول زوجي دائم المقارنة بيني وبين المشاهير مهما يعني تزينت وتكشخت لهذا الزوج ما رح يشبع ما رح يشبع أنا شبه لك مثل اللي مغرم أن يذهب إلى السوق ما يكون عنده فلوس إلا يشتري فهذا نقول له أبو كلما اشتهيته شيئا اشتريته فهو الآن ماذا يريد من الزوجة وخلنا نتكلم بواقعية هل هذا الإنسان ينظر إلى المشاهير بنظرة عاقلة بنظرة واعية ولا بنظرة مغرورة فيها البهرجة ترى هؤلاء ماذا ترى بشر فيهم النقص فيهم العيب بل امتلأوا بالعيوب وغلفوا العيوب بماذا بزينة مكياج وزينة حياة الدنيا و أنا على يقين في هذا الأمر ما أقول كلهم الكثير منهم بسبب من الامتلاء بالعيوب فماذا فعلوا غلفوا حياتهم بماذا ببهرجة وزينة خادعة للناس فنحن حقيقة مثل هذا الإنسان لما ينظر لهم بنظرة أنه يظهرون لهم بكثرة بكثرة ماذا عندهم ومو عند الزوجة و أيضا الزوجة لما تنظر للزوج أنت الآن من كثر إدمانك على مواقع التواصل ما رح تصل إليه لن تشبع العين و العين لماذا لها النظرة الأولى ما لها النظرة الثانية لأن النظرة الأولى نظرة تعرف خاطفة أما النظرة الثانية ماذا استكشاف و فحص و دخول إلى الذهن و الفكر يفكر بهذا الأمر و يصل الإنسان إلى ما لا يحمج عقباء هذا الإنسان إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى و يتوقف و إلا والله ما رح يشبع بشيء و رح ينتقل إلى مرحلة الحرام و العياذ بالله أيضا السائل الحسن يسأل يقول زوجتي مهملة و غير موظفة مهمتها في البيت فقط الأكل و النوم مو تزوجين من سنتين و لا يوجد لدينا أطفال فما الحل اشغلها اشغلها بأنشطة اشغلها بهوايات اشغلها بعمل خارجي خارج البيت خارج البيت حتى ماذا تتحرك إذا هي مملكتها مملكتها كانت ماذا فارقة سيئة اشغلها في هذا الجانب لون اشغلها بأنشطة بهوايات الأمر الثاني كثر عليها الزيارات من أهلك يزورونها يزورونها لما يزورونها و يشوفون هذا الأمر شنو يعتبر مثل عيب فضيحة و عيب عليها لأن جمال البيت مو من رعاية الزوج من رعاية ماذا زوجة من رعاية زوجة فكثر عليها الزيارات كل يوم ثلاثة الناس داشتين عليها كل يوم ثلاثة اعزم أحد ما يصبح عليها بعدين خلاص تتحرك إن شاء الله كذلك أيضا السأل حامد يسأل يقول كل يوم زوجتي لازم تروح تد قهوة عندهمها في نفس المنطقة سهل الله خير حلو قهوة تومها طيبة إن شاء الله إذا هذه الزيارات لم تزعج و لم تأخذ من وقت الأسرة نقولها طيب تروح عند الأم خاصة مثل فترة العصر كثير مننا كثير مننا لما يصلي العصر يرجع البيت يطلع بعدين شنو يقضي أشغال يروح الدوانية فإذا فترتها من بعد العصر خلنا نقول على سبيل المثال من الخمس إلى الثمان أظن تخلص لها دلتين ثلاثة أربعة وترجع البيت إذا لهذا الحد إذا الأمر طيب ما دام إنه لا يتجاوز على ماذا على أولويات الأسرة الله يبارك فيك كذلك أيضا سعد يقول زوجتي راتبها قوي تبارك الله فلا تساعدني بشيء في البيت فما الحل ما تساعده بالأساس بالأساس هذا الأمر نقول ما في مساعدة لكن خليك واضح أمامها بمعنى عرض لها حاجيات البيت عرض لها التزامات البيت وبيّن لها كم الراتب بعد ذلك شنو هني راح تحط معاك بقيبة نفس إن شاء الله عسى الله يعطيك العافية دكتور بارك الله فيك عزيزي وصلنا معاك لنهاية هذه الحلقة شكرا جزيلا لك بارك الله فيك صلى بارك بعلمك وعلمك الله يستلمك أحفظ شهاد الكرام وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج مساكن مستغرة كنا معاكم في الرد على كثير من أسئلة أخواننا و أخواتنا الجمهور إلى ذلك الحين استودعتكم الله في أمان الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك